معينا النهاردة زمن اسمه البرزن سامبل مش اول مرة تسمع عنه زمن المضارع البسيط المضارع البسيط حاجة بتحصل باستمرارية او حاجة زي روتين تقدر تقول عليها او عادة او حيئة النهاردة نعرف ايه استخدامات المضارع البسيط ايه تكوين المضارع البسيط حالة الاسبات حالة انه في حالة السؤال فحلقة النهاردة مهمة جدا ما تنساش تقول لي رايك في الكنس ويلا بينا نكمل الحلقة بص اهم حاجة في الدنيا انت عارف تكوين المضارع البسيط عارف استخدامات المضارع البسيط لا مش عارف استخدامات المضارع البسيط هم حاجة تكون عارف استخداماتها ازاي في الحياة يعني انت اللغة الانجليزية هتخلص ثلث سنوي وهتخلص السنوية كلها هتستفد بها ازاي هم حاجة تكون عارف استخداماتها في الحياة اليومية يعني انت في الاول هيكون مسلا الجمر صعب معك شوية مش ماشي معك في الاول بس بعد كده يعني بالاستمرارية خلاص انت هتبعود وهتلاقيك كده في الكلام بتتكلم مضارع بسيط عادي طيب يلا بينا كده نبدأ بأول حاجة وهي حالة ايه حالة الاسبات قالك في حالة الاسبات مع هي وشي وقت الفعلي بياخد S مع I, Will, U, Z الفعلي يجي في الانفينيتيف وطبعا الكلام دوت انت عرف زي مثلا لو تكلمنا عن leave خلاص هنا leave في المصدر خلاص تبقى leave زي ما هي طيب لو انا عايز اجيبها مع هي وشي وقت خلاص بقى ايه حط لأس تمام وهكذا في افعال يتحط لها is طبعا حاجات بتتحافز وافعال بيتحط لها is وغالبا منكون منتهية باي تمام زي مثلا كلمة write, write, study, study, studies تمام هتقول لي طب ما بلاي هي منتهية باي انا بقول غالبا منكون منتهية باي تمام كده طيب تعالى ناخد بعد كده حاجة اسمها حالة النافي او النجاة زي ما قلنا او كلمنا قبل كده قلنا اني في حالة البرازن سابت قلنا في الحلقة اللا فاتت لما باجى انفي الجملة في حالة البرازن سابتل ب sweetness ما هه هو البرب to do اصلا البرب to do انا عايف انهو بيتكون من ايه من او هاو does جميل اوي طيب لو انا عايز ان فيها او بيتكون من او ايه او does طيب لو انا عايز فىه خلاص تبقى don't او ايه، او doesn't تمام انا عايز اعرف ايه AN او ها او Do тоd دا بيجي مع مين مع I will you say طيب و does بيجي مع he or she مع اي وي ويو زي طيب و هذا زي ما قلنا بيجي مع هي وشي وات اتفضل لو انت بتكتب معي يعني يفضل تمام بس يعني في حالة البرازن سامل زي ما قلنا الحصة اللي فاتت لازم ان فيها بالverbe to do طيب لي مش الverbe to have او الverbe to we هو لازم ان فيها بالverbe to do لان الverbe to do هنا بيقلب المعنى تمام او بيعتس المعنى هو دي قاعدة وبتتعمل كده تمام طيب تعال بقى فهمالك من الجمل اكدر اقول لك ليه احنا استخدمنا دوت بس قبل ان انتقل بقى عايز اقول لك حاجة يعني مثلا لو افترضنا هناخد كده جملة لنشتعل عليها الوقتي لو انا عايز ام في جملة وحطي لها مثلا don't or doesn't لازم الفعل اللي وارها هيجي في المصدر يعني ما هوش لو مع هي وشي وقت تحطي له اس لأ لازم يجي في المصدر يبقى لو في حالة النفي لازم يجي في المصدر وهكذا برضا في حالة السؤال تعال نشوف انا هنا هعمل ايه هسأل بدو او does عادي خالص تمام وبعد كده الفعل وبعد كده الانفينيتيف واناخد عليها امثلة ما تقلقش انا عايف انك مش فاهم بس تصبر طيب هنا دو او does وبعد كده الفعل طيب يعني الانفينيتيف يعني play, leave, go في المصدر تمام حلو قوي طيب وهنا السؤال بيجبته بايه اي اي بيس او نو خلينا برضو خلص الموضوع ده بص كده بيقول لك مع المصدر i, w, u, z والاسم الجامع جلام مظبوط خالص مع هي وشي وقت والاسم مفرد الفعل بياخد ايه الفعل بياخد اس مع i, w, u, z والاسم الجامع الفعل بياخد don't ده في حالة ايه في حالة النفي طبعا اكيد الحاجات انتو عارفينها وركز او في حالة ايه في حالة الانفينيتيف اللي هو المصدر عشان هتفرق معانا دلوقتي مع هي وشي وقت والاسم المفرد بناخد ايه doesn't زائد الانفينيتيف هتفهم بالامثلة طيب وفي حالة السؤال do بتاخد i, w, u, z والاسم الجامع زائد المصدر زائد المصدر في حالة السؤال والنفي لازم يجبها في المصدر في المضارع البسيط في حالة السؤال والنفي لازم الفعل يجي في المصدر تمام مع هي وشي وقت محدش يقول لي ايه بقس لا بيجي في الانفينيتيف بضرس الاسم المفرد طبعا طيب اخد بقى انسرة بص بقى يقولك i usually go to school ان طبعا قلنا ان هي بتعبر عن عادة عادة او روتينة واحية وانا اخدها كمان شوعية تمام انا قلت هنا ايه قلت هنا go لان انا هنا جاي معايا مين جاي معايا i قلنا مع i, w, u, z الفعل بيجي في المصدر في حالة المضارع البسيط طيب لو انا عايزا في الجملة دي يبقى i don't usually طبعا بتتشيل i don't go to school طيب ايه اللي انا عملته اللي انا عملته ان هنا زي ما انا عارف ان مع i, w, u, z الفعل بياخد don't في النافي فعشان كده انا حطيت هنا ايه حطيت هنا don't وطبعا بعدها الفعل بيكون في حالة الانفينيتيف مضبوط لحد هنا وفاهم طيب ناخد الجملة اللي بعدها بيقولك do you go to school قالك ايه قالك yes i do او no i don't كلام مضبوط وكلام جميل خالص تمام ايه السيغة بتاعتي بقى انا عارف ان هنا استخدمت do طيب اش معنا ما استخدمتش داس لان انا عندي هنا يوم i, w, u, u, z الفعل بياخد do في حالة السؤال كلام مضبوط خالص طيب وهنا لما جيت اثبتها قلت yes i do او no i don't كلام جميل ممكن بس ناخد كمان مثال وبعدها اديك مثال تضرب عليه انت وتحله لي تمام يا شباب يعني هديك مؤقت مثلا انك تحل السؤال دوت وبعد كده تشوف انت حاليت صح ولا حاليته غلط طيب نركز بقى في المثال التاني عشان ما نغلطش يقولك Ali plays football ده علي ده رجعنا عليه به ومع هي وشي وقت الفعل بياخد s كلام مضبوط خالص كلام مضبوط واضحة دي طيب انا عايز امفيها امفيها يبقى اخد don't ولا doesn't طبعا هاخد doesn't لان انا عرف ان مع هي وشي وقت والاسم المفرد بناخد ايه بناخد doesn't يبقى Ali doesn't اه اه انا هيجيب هنا plays لا لازم مع النفي والسؤال اخد ايه اخد الفرب في المثال يبقى Ali doesn't play football Ali doesn't play football طيب ممكن تجيبها لي في السؤال does Ali play football قصيته خالص لان انا عارف مع علي لازم اجيب does وهنا الفعل لازم يجي في ايه في الانفينتيف تمام يبقى هقول yes he does او no he doesn't ممكن بقى انا اخد سؤال خد بسا الجملة اللي قدامك ديت مونة تحب اختها تمام هتعملها عادي خالص تشوف هي زمن ايه تكتبها بعد كده تجيبها لي في حالة النف بعد كده تجيبها لي في حالة السؤال تمام هتديك بالضبط دي ايه واقف الفيديو دي ايه اكتبها وارجعلي تاني هتلاقيني اكتبها ايه خلص الوقت طيب يلا بينا اول حاجة مونة loves her sister لان طبعا عندي هنا مدارع بسيط مونة doesn't love her sister ده في حالة النفي طبعا هنا لازم تيجي في الانفينتيف does mona love her sister طبعا هنا في حالة السؤال ولازم هنا اعمل ايه اعمل علام التركيم لسه ناخدها ان شاء الله لعلامات التركيم وكل حياة مديدة تمام؟ شوف بقى انت هتدي لنفسك كام يعني مثلا ندل دي درجة ودي درجة ودي درجة وكتبلي في الكومنس انت اجبت كام من ثلاثة ما استنى بس عشان في اختبار تاني ان شاء الله عايز يعني جمعهم على بعض في اختبار تاني في اخر الحلقة سؤال زي ده طيب تعالي ناخد الجملة دي كمان بيقولك زي رايد بايز يعني هما بيركبوا ايه بيركبوا الدرجات تمام؟ هنا ايه؟ هنا زي جمع يبقى طول هم فيها بدونت وما تنساش الانفينتيف what do زي رايد قال له؟ ده انا استخدمت ايه؟ استخدمت وات؟ هو عادي هنا استخدم w-h اوه اين مشكلة؟ ما انا قلت لك قبل w-h وانا قلت لك قبل كده وقلت لك حالة السؤال بعملها ازاي؟ زي مثلا انا عندي هنا does mona love her sister؟ او what does mona love؟ اه افهمت الفكرة؟ يعني مثلا هنا وانا بتكلم بقول what do they ride؟ وشلت ايه؟ وشلت بايز موضوع بسيط خالص لو انت فادياتك الحلقة دي فتلاقي موجودة على القناة تعال هناخد البعدية بيقولك my sister read sisters يعني اختي بتقرأ قصف جميل what does your sister read؟ وحزفت ايه؟ وحزفت ستورز عشان انا بسأل عنها كلام مظبوط خالص وكلام جميل اكيد انت فاهمها ولو انت شفتش الحلقة اتمنى انك تشوفها تلاقيهنها في علامة i وهتلاقي موجودة في الوصف اخر حاجة بقى زي ما اقولت لك وهو routine او العادة او الحية خلينا نرجع لأول حاجة طبعا انكلمنا عندي ان هي عبار عن عادة usually play football طبعا ديت حقيقة هو بيلعب ايه؟ بيلعب كورت القدم طيب تعالى نشوف اللي بعديها they write pipes تمام هذه تعتبر ايه؟ تعتبر routine او تعتبر حقيقة يومية طيب فيه طبعا حقائق علمية وحقائق يومية تمام يا شباب؟ طيب ودي برضو حقيقة يومية طيب تعالى كده نشوف بقى كلمات الدلة على زمن المضارع البسيط زي ما اقولت لك بنعبر عن عادة يعني هتلاقي كلمة always, usually, sometimes كل الحاجات ديت معاك وما تنساش ان فيه حاجات سماء seldom, scarcely, rarely اللي بيعطوا معنا نادرا تمام؟ وبعد كده عندنا كلمة never, every, each day, each week, each month, each year معناها كل اسبوع كل يوم كل شهر كل سنة كلمة each معناها كل تمام؟ فلما اقولك كل او اقولك لو تفتكر حاجة كده كده كنا بنقولها once a week, twice a day twice a day مثلا three times a week, three times a month, three times a year اهيت موجود عندك ايه برضو الحاجات دي كنت تتاخدوها قبل كده في الابتدائية وفي العددية كمان كل الحاجات دي بتعبر عن عادات او ايه او حاجة بتحصل معاك باستمرارية تمام؟ طيب لو حاجة بقى بتحصل باستمرارية في نفس الوقت اللي انا بكلمك فيه دوت لا دي حاجة اسمها مضارع بسيط ان شاء الله الحلقة الجاية بالزل هنخلص كل حاجات المضارع هنخلص كل حاجات الماضي كل حاجات من السابل على طول نخش بقى على ايه بيت الجرامر بتاعنا ان شاء الله تمام؟ تمام زي ما قطيلك بتعبر عن روتين روتين يعني ايه روتين يعني حاجة بعملها كل يوم تمام؟ يبقى ايه يبقى مثلا I go to school everyday كل يوم تمام كده تمام او اتكلم عن اي حاجة انا بعملها كل يوم اكيد الموضوع واضح عادة عادة يعني مثلا حاجة انا بعملها once a week once a day twice a day twice a week مثلا انا بشوف حلقات اليوتيوب بشوفها ايه three times a week تمام مضبوط خالص الحلقات اللي امرزلها three times a week ثلاث ايام في الاسبوع حقيقة يعني حقيقة علمية زي ما اسم اقولك sun زي ما اسم اقولك the sun rises in the east الشمس وتشرقه من الشرق my father works in an office دي حقيقة او روتين حاجة ببغي بعملها باستمرار when i travel to barice i will see evil tower حاجة انا باستخدمها المستقبل يعني سنستخدم المضارع البسيط بعد رابط الزمنية للتعبير عن ايه للتعبير عن المستقبل دي حاجة ان شاء الله انا اخدمها عن المستقبل ببرده هنا بيقولك when i travel to barice لما انا هروح لبرice i will see evil tower اللي هو حاجة هتحصل في المستقبل بحلو الوقت معاين في المستقبل هتكون حصلت الحاجة دي تمام؟ ان شاء الله هناخدها مع المستقبل يعني لا تشغلتش نفسك بالموضوع ده وتقوي كده حلقاتنا النهاردة خلصت المرة دي you read it اظن اللي متابعة الحلقات هيفهم ان كل حصة بنتدي مساعدة